بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسخون في العلم يقدم هذا الحزن جعله الله في الدنيا ليرفع به الدرجات ويكفر به السيئات قال الله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ورد أن الصديق رضي الله عنه قال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ألست تحزن ألست تنصب ألست يصيبك اللأواء فهذا ما تجزون به فهذا ما تجزون به فالعاقل وكل أحد له طريقان إلى الله طريق إنعام فحق الله فيها الشكر وطريق ابتلاء فحق الله فيها الصبر وبهاتين المطيتين يصل المؤمن إلى رضوان ربه هذا ما يتعلق بالحزن في الآخرة قلنا إن الحزن في الدنيا ذكر كثيرا في القرآن ذكر في قضية الغار لا تحزن إن الله معنا ولما فقد يعقوب عليه السلام ابنه الحبيب إليه يوسف يوسف قال كما قال الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الخبر الصحيح لما فقد ابنه إبراهيم قال إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع فلا مفر منه البتة لكن كما قلنا من أراد أو أن لا يحزن البتة فليتخذ شيئا لا لا يفقد وهذا محال فلا بد منه شاء الإنسان أم أبأ لكن الإنسان إذا جعل ما بين عينيه نقاء الله تبارك وتعالى هانت عليه الأمور وهذا مستقم من قول الله جل وعلا لما ذكر الصالحين قال إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار فتذكروا الآخرة وما فيها به يعز المؤمن والإنسان إذا أراد أن يوطن أحدا على مصائب الدهر لا ينفي الحزن بالكلية فالله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعه فلا يأتي لأحد حديث عهد بموت قريب أو حبيب أو فقد مال فيطالبه بما لا يطاق لكن خل العين تدمع قليلا وخل القلب يحزن قليلا ثم بعد أن تسكن النفس وتجمد الدمعة ائتي لأخيك وعظه أما أن يأتي الإنسان لمن أصابه حزن فيبين له وهو غير مكلوم كأن الأمر لابد أن يصمد فيه هذا صعب أن يطالب فيه كل واحد إذا كان إمام الصابرين صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه لما فقد ابنه صلوات الله وسلامه عليه ودمعت أعين متمم بن وير وكانت عوراء لما فقد أخاه مالك وعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه طلب من متمم أن يقول له شعرا في أخيه زيد لما فقده وهذا الشيء مألوف معروف بين الناس جبل الخلق عليه لكن نقول مما يوطن الإنسان عليه نفسه أنه يرتقب يوما يدخل فيه الجنة ويقول كما قال الصالحون الحمد لله الذي أذهب عننا الحزن إن ربنا لغفور شكور صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين